في اخر البرنامج كان ساعتها السيد وزير الاعلام السابق الاستاذ انس الفئي طبعا تحياتنا اكلمهم قال لهم انا عايز محمد يجيلي بكرة المكتب فخلصت ورحت لساعتها استاذ انس عدت معي قال لي بص انا فخور بيك جدا وفرحم بصوتك جدا واحنا هنشتغل مع بعض الفترة اللي جاية والدني مكافأة البحر والطاقة الحلوة ازاك شرنوبي ازاك الفل عامل ايه من هورة الحمد لله ابنورة كلها هاوز لايف اللازيزة الحياة حلوة جدا بص بقى شرنوبي احنا كل الناس عارفة انت اشتغلت ايه وعملت ايه وغنيت ايه والكلام ده ايه احنا هتطرق لي ايه بس احنا عايزين نعرف انت مين اللي هو محدش لسا عارف اصلا اصلك ايه اوكي فتعنا نبتدي من زمان قوي واكنك بتحكيلنا حكاية انت اصلا منين يعني ممكن نقول انت اصلا مولود فين مولود فين انا مولود في بيت اهلي اللي هما عادين فيه دلوقتي في المهانسين في البيت ومش في المستشفى ايه ايه ده تعايز يعني اتولدت فين والساعة كام وبتاعه انا قلت هتقولي قاهرة وبعدين ليتك بتقولي على البيت فقولت البيت ده مميز لا يعني لا مش مجهز ان انا انزل فيه هذا اللي هاي مزموين في الوقت مالحقوش اصلااصر العلال البيت يعني له توفية كان فين يا ايه اوكي الصقورة اللي ترعرض ترعرض فيها ايه 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 انا بيكلتك في كده ولاさع ايه Long المستشفى. يعني قوضة قوضة رقم كامل. بس فاتواتي بقى في مؤنسين. شارع احمد عرابي اخر احمد عرابي. لو عايز بالزبط المكان في شارع عايز معدنان. لا خلاص بقى لن نعملش زحمة في الشارع. لا ما انا مش هناك دلوقت. ايوه. انا عبيد. وفضلت قاعد هناك كتير لحد ما في فترة كده اهلي قرروا يدغشموا. ويروحوا اكتوبر. اوه. دي حركة جريئة. جريئة جدا. بس هي راحوا اكتوبر. الحي الاول حصري. فهم يعني الحيطة اللي هي. فانا كنت قاعد قدام بالزبط مصنع ريتش بيك. ادي له. او. ده عيش للصبح. بقولك ايه? وكان بيطلع فريش بقى. ده بيجي لك سخن. لو انت لو هيدي بيجي لك سخن. اول واحد في الدنيا تقريبا. كيس مشابر. ياخد ريتش بيك سخن. لسه طالع. فا وقعدت شوية في اكتوبر. بعد كي رجعنا تاني مهانسين. وبعدك انا قررت بقى انطلق. انطلق لوحدك. بس هي غريبة عملا ان اهلك راحوا اكتوبر. لان اللي بيحصل دلوقتي ان احنا بروح اكتوبر والتجمع. وهم بيفضلوا بقى. وهم رجعوا تاني. او ما عجبهمش احوار ريتش بيك. هما دلوقتي هلا لا لا ما حبوش راحت المصنع. خفوا عالضايت. خفوا. يعني احصل. البيكينج سودا ما اجلش على هواهم. ودلوقتي انت في اكتوبر. انا دلوقتي اوه. لوحدك. حاجة ودعا. ده ايه بقى شقة مطرحين ولا? شقة مطرحين. والواحدة كده عامل قوضة صغيرة ستوديو كده لذيذ. للغنى. اه. لغنى بقى لعبة مزيكة لاجرب حاجات. انت بتلعب مزيكة كمان مش غنى بس. مؤخرا. ابتدت اتعلم. ابتدت اخبط. دي بقى حاجة حاجة عني محدش عرفها كتير. انا بخبط في اي حاجة. احب اجرب اي حاجة. احب اجرب اي حاجة. يعني. انت بتجرب معنا اهو كمان. اه بالزبط. والله يعني انا اهلا بك في اول بودكاست. في فترة كده في حياتي وانا صغير. بجرب اي حاجة. قعدت شوية. وكلها حاجات لي علاقة بالفن برضو. لانه يعني انا مش بني قدم بعرف عامل حاجات مختلفة. يعني رحت عملت كامبنج في مش عارف ايه. رحت ركبت خيل شوية. رحت لعبت باسكت شوية. بس. لا انا محتاج اه حاجات لي علاقة بالزبط. فحبيت التصوير قوي. هي بدأت من هنا. فوتوغرافيا. اه. فوتوغرافيا. اه. السينما توجري فيه. اه. قعدت قعدت شوية بلعب. بس حبيتها من بعيد. ما كانش معايا فلوس اجيب كاميرا بروفيشنل. فقعدت شوية. اللي هو الاي حد معا كاميرا. اه ممكن استنى اصور شوية. لفة. ممكن لفة. وانا اصلا بقى قعدت بالزبط. اصد كلنا عملنا كده. اه والله ايه. قعدت شوية. طب ادوس ده. طب دوس 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 دوس. دوس سفيرة طيب. السونسيت ده. ايوة بالزبط. اه. فبقول لك دخلت علي يوتيوب. جبت اخره. بقول لك ايه? يوتيوب ده معلم اجيال. جامد او. بقول لك ايه ده الدنيا والله. اه والله. وبعدين ابتديت اخلص بقى اه فكرة بتاع الكاميرا. وهي عبارة عن ايه? والشوتر سبيد او الشوتر انجل والايزو والنور داخل العدسة. والنور داخل ايه والبداية. واللي بيتحكم في ايه? واللما ده بيقفل ده بيفرق ايه فتحة العدسة بالزبط. ولما يعني ايه فهمت كل البيناميكس دي. طب دخلت في كل الديتيل. وابتديت ادخل في الحاجات الويت بالانس. وابتديت اخلص الويت بالانس. اقم داخل في حاجة تانية. ابتديت. كل ده يوتيوب. كل ده يوتيوب. حلو. ده امتى وانت عندك كم سنة ده? الكلام ده. يعني انت صغير صغير ولا? اقولك الزبط. ابتدى الموضوع ده في الفين وعشرة. ابتدى في الفين وتمانية. ابتدى الشغف. اوكي. في الفين وتمانية. الكلام ده كان عندي اتناشر سنة ساعتها. ابتديت اركز في التصوير. ساعتها ابتديت اتمثل. ابتديت اركز في التصوير بيعمله ايه? ساعتها ابتديت اتناشر سنة? اه اتناشر سنة. اوكي. ما تغزرش. اه. وانت عندك اتناشر سنة بتمثل. اه. انت دلوقتي تمانية وعشرين سبع وعشرين. دلوقتي سبع وعشرين سنة بعد كم يوم؟. لسه قدامه كتير. لسه قدامه كتير. مهم. فابتديت وانت عندك اتناشر سنة هنخش عليها دي بس كملنا التصوير. فابتديت بقى اشتغل نظري. يوتيوب يوتيوب يوتيوب. لحد ما عرفت اجيب اول كاميرا في حياتي. كانت نيكون دي تلات تلاف وميل. يا اللي هي المطربة بتاعة الزمان اللي هي. بس بيلشلها عدسة او متغطت عدسة. ايو ايو اي ما دي عندي دي اول حاجة برضو. اهم حاجة بالنسبالي. كاتل نيكون. اه. بس مش عارف دي كانت اول واحدة. لو انا عملت بقى انا جيبت كم? لا متى هالي كانت. لي بتعمل فلوس ايه بقى? كانت من فلوس اه. التمثيل بقى. اه التمثيل اه. اه كانت من فلوس مسلسل اسم البلتاجي. كان بتاع اسر راسين واسر كان طالع جزء همي. اه. اللي هي سلوة خطاب. ايو. ايو. ما تحزدرش. أسر ياسين تقلق وزمك؟ اه ايه الصورة ايه حبيبي معقولة لا بس يعني لا لما انت كان عاني 12 سنة اه بس يعني الدراما هي اللي كان فيها مشكلة مش أسر يعني ايه لا لأ محمومة طبعا ممكن يبقى هو تجاوز ايه كان متجاوز سلوة لا كان متجاوز سلوة وبعدين مش عبوك عبوك وسلوة كان كنا احنا أولاد سلوة وهو كان آآ جي تجوزها وهي كانت اكبر منه يعني كانت الدراما نحتاجة ان احنا نبقى ولاد قاسر. ايوه ايوه. تمام كده? يا قاسر. تمام كده عم قاسر. لما هلك زبط هلك رويش هلك. كان احلى جزء اب شفته في حياتي. احسن ايام في حياتي. احسن ايام في حياتي بزبط. وبعد كده جبت الكاميرا وابتديت آآ اطور بقى من نفسي خلاص بتيت احاطه يصور فبطيل ان اعود صحابي ونزلهم الشارع عرميهم وصور بها انجلز مختلفة. واروح ابتدي اتعلم كالرينج. This podcast is powered by Voo. I am art in an app. بس ده كان ديشتل ولا كان ايام التديجل克qua. طبع. احني يقول لك ما بتتعلم كالرينج ده انت دخلت في مهد 고سيكان. احسني كالرينج دا مش سهل. علمني خلال Auckland withērr Euisho. التي ده قامت بتكم الكبير ديا ما *** disabilitiesaudes basically. لاها خلاص اللي وابتديت. احياتي انا معضي كاميرا وقام بس رميق انا بس صور حاجة فيديو للسوشيال ميديا او اضع الكاميرا قدامي اقول ما تكبرش الموضوع او 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 باني وبانك مع الموبايلات دلوقتي بقى فيها فورك ايه وبتاع اهو احظار او 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 وبعدين يعني انا معي الموبايل دلوقتي بقى فيه مرحب مرحب اه ايه او اعني جبنا اشترينا ايوه كنا بنصور الـ بايزين نصور الـ الـ DJI وبعدين بتجري بيه سابت جدا تكنولوجيا كانا خطيرة الكائن ده شوفت انت جيبتو بكام؟ موجود في الموبايل كائن كبير بتحط فيه الموبايل عشان تبقى مثبت الموبايل نفسه اجري بيه عندك دلوقتي اعلى بس انت الحقت في سن لزيز انا لما ابتدت كنت بصور بالـ هالفيلم تمام؟ فكنا ننزل مثلا نروح خان الخليلي والحسين وكده انت باش عندك تلاتين صورة كل الـ بتتحسب عليك ومتقدرش تشوفها فانت مش عارف كانت ألزب كتير لانها بتروح لأ وبعدين بتروح كودك مستنيت الصور مستنيت تشوف ولد ولا بنت ايوه بالزبط ما كنا انت بتاخد الكاميرا وتنزل تصور وصنستات وحاجاته وبعدين تروح تحمد فانت ممكن يبقى عندك لو هو زي ما انت بتقول الايزو بتاعه مفتوح شوية عن العادي انت كل صورة تحلقت وانت متعرفش فانت بتستنى عشان تعرف في كودك فيجي عميمينة اللي بيديك الصور ايه عميمينة الديجيتل في الآخر انت عندك الرفاهية بتاعت انك تصور صورة هتلاقي تقوم مقلل ايزو شوية او فاتح شاطر شوية او مقلل قفل عدسة شوية يعني عندك الرفاهية بتاعت انك تبصر الصورة وتشوف الصورة عايزة ايه وتبتدي تغير بالزبط في الخام ما عندكش بس الحال الوقتي فيه ناس بتصور خام وبيطلع احلى بكتير طبعا بس لازم يكون عندك زي السينما اسمها ايه الكاميرا التانية الستاشر والخمسة وتلاتين والحاجات دي لا مش فيه كاميرا لسه اللي هي القديمة قوي دي فيه ناس معينة بتصور بيها ولا اللي هي الكاميرا الخام الفيلم فيه طبعا هو ده ده اللي بيطلع كاميرا الاريخ خمسة وتلاتين بتاعت زمان دي انت داخل في الحاجة دي انا عدت شوية اصلي مسحول لحد بقى ما سفرت انا وصحابي يلا جماعة نعمل حاجة سفرتنا بعد العيد الكبير معناش اي حاجة والسحل كان فضي مفوش اي حاجة قررت اعمل فيلم يا ابني هنعمل فيلم ازاي يا ابني هعمل فيلم كان معي عدسة واحدة عدسة خمسين وان بوينت فور والعدسة اللي كانت معي كانت حلوة كانت عدسة كده اه عدسة لذيذة كده وان بوينت فور وفتحتها حلوة وهتاخد اضاءة قليلة فمش محتاجة بقى بنور فنورت بكل المصادر الطبيعية اللي كانت موجودة وبعد كده خلصت وقمت عامل ايدت وخلصت ايدت لقيت واحد صاحبي كان معانا بردو كان بيمثل معانا كان اسمه مصطفى داغير وقلت له اعمل انت المزيكة اه وكان معانا لو ده احمد عبد الحميد مثلا فكانوا كلهم ممثلوش اه فكنا اللي هو كله عنده شغف بقى انا عايز اصور واخرج وادت وكالر وهم عايزين يمثلوا فكله كان عنده شغف ده عملنا ايه؟ ما عملناش اي حاجة طبعا عملنا حاجة باشة جدة يعني في الاخر الموضوع المفاجأة بقى ان احنا ما عملنش اي حاجة ماشي والله والله يلا بس انا عاوز اكتبطل الدربة اللي انت بتضربه معانا ده بتعرف ان انت جسمك مستحملش يلا انا جسمي يستحمل اكتر من عشر اضعاف اللي بتضربه انت اعلى وجمال مراحة بتا كنتش عارف ان انت انت في الموضوع اوي كده وفاهم اوي كده لا 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 دخلت يعني اتعمقت شوية ده الكلام ده في الفين وخمستاشر من سبع سنين الفيلم ملوش اي لازمة بس بسطنا يعني كل واحد فيه ممثل شوية بس اقول بداية بتاعلي كمان هو ده اللي حمسك مثلا انت لا خالص بالعكس بالعكس ده كانت انت النهاية احبطت الحكة دي مش بتاعتي بالعكس ده كان فيها شاطس مبسوط بيها جدا وكان فيها ترانزيشنز مبسوط بيها جدا وحاجات عملتها في الادت مفرحاني جدا بس في الاخر اكتشفت ان ده هيعطلني لو ركزت فيه اصل دي سحلة سحلة عظيمة سحلة مش منتقلنا وكل شوية حاجة جديدة هتنزل تبعيس تتعلمها تاني من الاول وهي ده فيها تكنولوجي ما بتخلصش بزات حتة التصوير ما بتخلصش كل شوية حاجة بتنزل جديدة كل شوية تفاصيل بتنزل جديدة بقى فيه مش عارف ايه بيعمل سلو موشن من غير ما تصور خمسين فريم وكل حاجة جديدة لا لا ده ملطوط يا معنى طب رجعنا بقى ايه للاثناشر سنة دي انت انت اصلا ليه انت عاكي عانا تاثناشر سنة ليه دخلت تمثيل بدري قوي كده هقولك ليه وازاي انا ابويا ملحن كبير فاروق الشرنوبي وعمي ملحن كبير اللي هو صلاح الشرنوبي اتولت لقيت نفسي في بيت فني جدا كله مزيكة جدا اغاني على طول فبقى بالنسبة لي دي الحاجة الطبيعية اللي موجودة في حياتي الطبيعي ان انا في الويكند انا دايما بسمع مزيكة ودايما قاعد مع ابويا وابويا دايما بيغني ودايما بيطلع الحان ويقوم الديني كلامة لحانه وانا عند ست سنين ولا خمس سنين ويعني ده خلاص بقى الطبيعي بتاع حياتي والطبيعي بتاع طفولتي فابتديت اقول طيب هو انا هفضل كده وانا صغير كنت بفكر شوية كان عندي شوية تفكير وكان عندي دماغ كبير في العقل للأسف دي حاجة دايقت منهجة فكنت عايز تعمل حاجة مختلفة عنها فكنت عايز لا اطلع من الامبرالة بتاعت ابويا وعمي واللي هي الحتة بتاعت انه انا بغني ومش عارف ايه ولو طلعت هيقوله علي ابويا هو اللي مخليني غني مش عارف ايه فانت متفكر في كده وانت عندك اتنشر سنة ولو ما طلعتش هيقوله برضو ولو ما طلعتش هيقوله وما هم قالوا الاولان ده بيبقى والله دي حقيقة ملهاش حلوق هو الاولان كده كده موجود ولو انت موجود فكده كده في اولان الحمد لله احنا احنا متوصيين ببعض جامد اول بالزبط وفي اولان اذا انت موجود ايوه بالزبط والله يا العظيم فجت مرحلة كده طلعت مع ابويا في برنامج كنت صغير جدا 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 اسمه البيت بيتك ايوه فاكر طبعا البيت بيتك طبعا انا بيجرحني قوي لما بيقول صغير جدا 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 وبعدين يقول ما ايه البيت بيتك ده اللي انا كنت بشوفه انا اصلا بشرب سجارة هو حزين على سنه دلوقتي انا حزين عليك انا ما انا حزين على نفسي ايوه طب لا بس انت مش رفت بحزين وبعدين ما تفروحش انت في نفس الخطة بتاعتك ايوه انا بقول ليه كماعة وانت 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 تتعاملوا علي النكوعة اجيزة لزارة لا بصراحة انا كنت فاكرة اكبر من كده ايوه اوه يمكن عشان عدد الاعمال ولا ما اعرفش ايوه يعني انا دلوقتي النهارده تصدم احس من عدد الاعمال ان انا جراند اه 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 لطفي لابيبيا اه 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 نجمش البانك بس يا سيدي فربيت بيتك رحت اه 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 في اخر البرنامج كان ساعتها اه السيد وزير الاعلام السابق الاستاذ انا سلفئي طبعا تحياتنا طبعا تحياتنا اه اكلمهم قالهم انا عايز محمد يجيلي بكرة المكتب كلام ده كان عندي كم سنة كلام ده كان عندي تقريبا عشر سنين وزير الاعلام عايزك شافك في البرنامج عايزك تروح للمكتب اه اوكي ابتدى قلبي ضوء جدا لان انا برضو بالنسبة لي فكرة وزير دي اه طبعا يعني اعرفها مش هترنك اه طبعا يعني يعني مش حاجة اوكي نعرف يعني لا ايو جماعة اقل من 12 سنة اصلا انت بتكلم في عشر سنين يعني اوكي ليه وبعدين البيت بيتك ده مصر كلها كانت بتفرج علي طبعا وانا تاني يمكن عندي امتحان وطبعا عشان تطلع من مدرسة بدري محتاج اذن اه ممكن يقول بقى وزير التعليم عادي ايه ممكن يبعث مسجل لوزير التعليم من غير ما يكتهد طبعا مش هكلم يعني وزير العلامة اقول له معلش يتكلم لنا وزير التربية والتعليم اوه مش هيحاول هم الناس اتفرجوا على البرنامج اه فانا بتعامل معاملة مختلفة من ساعة ما دخلت المدرسة اليوم ده معاملة مختلفة ده الوقت اللي الوزير كلمه ايوه ده اللرج هو ده النمراء هو ده النمراء لو عايز حاجة اقول لي شرنوبي اتكلم محمد هيحلها لك على مدرسة الوزير دلوقتي رايح الوزارة بس هجيب حاجة وجاي فطبعا بالنسبالي يعني طبعا ايه يا جماعة اللي بيعصل ده وانا كنت طفلي خجول جدا يعني خجول جدا وكنت مؤدب جدا وكنت في المدرسة بني ادم مؤدب جدا مش البني ادم اللي بيعمل شغب وعمل قلق في المدرسة بجد دي حقيقة والله هصدقك اه فخلصت وروحت لساعتها استاذ اناس عادت معي قال لي بص انا فخور بيك جدا وفرحم بصوتك جدا واحنا نشتغل مع بعض الفترة اللي جاية ودني مكافأة ايه هو انت لما طلعت عالبيت بيتك ثلاث غنيت غنيت مع ابويا بس وابويا ابويا كان فرحم بيه قوي ودايما بيحب بيحب ياخدني معاه وغني معاه يعني هو كان فخور بيه وفرحم بيه بيكسة غريبة جدا 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 اوه غريبة جدا ماشي ماشي ف ابتدينا فعلا نشتغل مع بعض يعني بقى كل مهرجان كان فيه مهرجان اسمه قراءة للجميع بيتعامل كل سنة طبا كل سنة كنت بروح بعمل احتفال يعني يا اما بغني يا اما بعمل يعني بغني يعني عادت سنة سنتين تقريبا بغني في تالت سنة او في تاني سنة كانت فيه مصرحية بتتعامل عن الموسيقار محمد عبدالوهاب والمصرحية دي المفروض ان فيها تمثيل اوكي انا معرفش التمثيل وغنى بزبط اوكي انا معرفش التمثيل انا عارف الغنى كويس عارفوا ايوها اللي بشوفوا عندنا في البيت ده اه اللي بعملوا ده انا عارفوا في السالون السالون بزبط ايه بقى التمثيل ده مش عارف لسه اكتشفوا بقى دخلت اكتشفت ان ده عالم ممتع جدا 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 فكرة ان انت تطلع بره حياتك وبره مش هكلك وبره كل حاجة انت متضايق منها او بفرحان بيها او تخش في حياة بني ادم تاني بتفاصيله اه هو كان لسه بيقولي بعد اقوله الموضوع ده تقول الوقت انك تعيش حياة حد تاني ومسموح لك على قد ما هو متعب نفسيا طبعا ومدمر للحياة ومدمر لاجهازك العصبي مدمر لشخصيتك مدمر لشخصيتك والله بجد دي حقيقة بس هو بجد شيء ممتع جدا وشيء لو احنا مش مستمتعين بيه وفرحانين بيه مستحيل نعمله ومستحيل نتعب التعب ده مستحيل نستحمل يحصل فينا الساعات اصلا اللي بيحصل فيه نفس اللي كنت بتتكلم فيه لا مفهوم طبعا لا متخيل اصلا انت فكرة ان انت بتاخد بريك اصلا من حياتك كلها وروح تجربت حياة تانية وجيت دي بالزبط مفيش حاجة تانية بتعملها اصلا لا لا انا دايما بيقول لي كريم ان الممثل لو مش بيعشق طراب التمثيل هيمشي تاني يوم لا يمكن لا يمكن تستحمل من الظروف اللي بتحصل العبس اللي بيحصل فيك لا هو عبس فعلا انتو اخر مرة بتتصوروا قد ايه مسلا من عشرين ساعة وخمسة عشرين ساعة انا مرة نزلت من البيت يوم السابت رجعت الجمعة والله العظيم والله في افراح القبة اخر تصوير كان من السابت للجمعة ايوة بتنام وانت واقف لانه في اخر عادة في اخر الفترة اللي هي بتاعت سيزن رمضان والزنقة ويلا بسرعة عايزين نلحق السيزن بيكدس كل حاجة مع بعض بيبقى عندك فور يونتس او ثري يونتس بثلاثة مخرجين بثلاثة مديرين تصوير بثلاثة مش عارف ايه عشان تنجز معلش فهمني ايه ثري يونتس دي؟ ثري يونتس اصلا هو هو المواطن الابرش اعتبر ان المسلسل بقى ثلاث مسلسلات بثلاثة كرو بس هو مسلسل واحدة يعني هو المسلسل في الاول بيبتدي بمخرج وكامرتين وبنروح بقى لوكيشن مثلا انا وشاروبي بنمثل المشهد ده وبنروح بتيجيرين مصطفى مش حاجات كده لما بنتزنق بيجيبوا مخرج تاني وكامرتين تانيين وكرو تاني خالص بس نفس الممثلين بيصوروا شرنوبي وهنا بيصوروا مسلا معايا في المشهد اللي بعده انا خلصت مسلا يومي فيقولي طب الحق بقى اروح عشان عندك مشهد مع شرنوبي في كتوبر وانا عصب ظهر التجمع عن نفس المسلسل ده لو اخش احضر الحصة اللي جنبك بالزبط فاول ما بيتزنق في الوقت بيبتدي يبقى في الآخر بقت اثنين بقت ثلاثة ها الفترة Chev所以 قبل 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 ق في مشهد كنا أنا ونا زاكي عادين قدام بعض وهي عندها جملة طويلة فاحنا في بناخد امرسين فا بقي اتعارف الامورس الجامعة يجيب كتفه ووش شرنوبيا والكامراتين قدام بعض كتفه ووش كريم فاحنا الاتنين موجودين في الفريم يعني سوز محمد كابي بقعد قدام الـ 2 مونيترز شايفنا احنا الاتنين هو عاب بتتفرج فاجأة لها واحد وقع يعني وانا وطي ما تحذرش والله العظيم خلاص كل لابس اغم عليك مش عاقم على الحق معلمتش سيطر على جهازي العصبي مات تعب جاب اخره وهي حيبتي قادة بتتكلم بقالها شوية بوزت بوزت لها قلتك بتقيت عامل كده فاستاذ استاذ يسين برضو مقدر يعني اللي احنا فيه وبتاع مقالي شرنوبي اصحى عندنا مشهد بزبط اصحى عندنا مشهد لا لا الموضوع وبعدين كمان الـ الكتير لما كل لما فيه مخرجين تؤال كل واحد بشخصية اه بالزبط كل واحد عايز شوف حاجة معينة انت بقى ايه؟ بتقلب بقى ايه؟ سلصال فاهم؟ تخش الاستاذ هاني تجعايز يمستل كده تخش الاستاذ شوف حاجة معينة كده انت عندك يعني محمد ياسين حسين من اباوي محمد علي وبعدين هو بيقول اسامية قيلة ايو 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 طبعا وكل هم بيعملوا مسلسل واحد بس في الاخر لا يعني عادة المخرجين الكبار بيحترموا ان فيه مخرج مؤسس صح وفي مخرج سايق وفي مخرج عامل كل حالة بس استل بيبقى هو برضو الراجب تقيل بيبقى روش اخصية بالزبط طبيعي طبيعي جدا طبعا مهم بقى؟ رجعنا ايه رجعنا تاني التمثيل وجدت ازاي؟ حبيت جدا الموضوع جدا وابتديت طبعا بمساعدة امي امي ساعدت هيا اللي كانت حبيت الموضوع من المسرح من المسرح هيا اللي انت عملتها امي بقى بتاعت تساعدني في الحتة بتاعت انه مهونة فيه بتاعت انا كنت بدور على انترنت وبشوف مين ممكن يبقى بيعمل اوديشنز وبتاعه ومقى اللي مهونة في كذا بيحصل هنا ممكن اروح بتقوم مودييني لا يا راجب فتروح تعمل اوديشنز فروح اعمل اوديشنز تجارب ادائي بالزبط كانت اول حاجة نفعت كانت مسلسل اسمه في ايد امينة مع يسر دي بداية؟ اول حاجة دي الاز بداية اعمل اه طبعا تعرف ان ابدايتي في مصر كانت برضو مع يسرى لا واحدة في الدنيا سيفا الاز حاجة في العالم we love you سيفا طبعا we love you حبيبة قلب طبعا حبيبتي المهم دخلت لقيت كمية زور بيح اطفال يا معلم والله يا راجب زور بيح اطفال كله جاي الاوديشن كله جاي الاوديشن اه ومعظمهم بقى الاطفال اللي هم المهمين اللي بشوفهم في التلفزيون يعني انا ولا حد انا ولا حد يعني انا مش حد فستهم خالص فالهو انا جاي وتيجي زي ما تيجي اكيد مش هتزبط وانا مش موسل متعلمتش في حتة ما عنديش خبرة مش جريء حتى يعني ما عنديش الفرصة اصلا فدخلت عملت اوديشن كانت ساعتها كاتسيفة موجودة ومحمد عزية المخرج وصوص جميل العدل اصلا رعب اللي انت بتبدي اه اه الدخلة دي تلاتة دول رعب دخلت اه اه دخلت بس حلو برضو انت الدخلة دي بتخشها وانت صغير فانت تلاقيك معندكش نفس الرهبة على فكرة بتاعت واحد كبير ده لو واحد كبير داخل حاجة زي كده هيخش اه بزبط وكنت صغير وبتاع بس انا كنت عارف برضو يعني انا كنت ده كان الشغف بتاعه بيقول انا عارف مين جمال العدل وعارف مين يسر بساعتها محمد عزية كان لسه عامل قضية رأي عام فالراجل برضو طلع مكسر الدنيا من سيزن مكسر الدنيا بزبط المهم مشيت وما عنديش امل واحد في المية ان انا هعمل الشغلانة دي يعني بس الاوديشن مشيت كويس مشيت كويس عملت المشهد تمام يعني وسيفا اللي قلته معايا كمان وفكتني وبتاع اه امر 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 خطيرة بجد احلاسة الاس واحدة في الدنيا بص دايما اتلاقي اي حد اشتغل معاها اتلاقي اه بنقول نفس الكلام في نفس الوقت اه والله يعني مفيش مفيش حد بيختلف على يسر خلص هنجيبها البودكاست ان شاء الله امر طبعا لازم المهم قعدت شوية لقيت مساعد مخرج بيكلمني كان اسم محمد رقفط اه كلمني قال لي شرنوبي انت خلاص معانا في المسلسل وبتاع طبعا انا قفلت المكالمة عملت فيها عادي مش بارع معي بفك وقفلت المكالمة من هنا وعطت نطت بقى وجري في البيت قلت له امم الحياة امم امم اعمثل معي اسره وبتاع حياة كده بس اسيدي ومن بعدها بقى ابتديت امثل امثل ودخلت بقى في وكنت بتذكر وتمثل ازاي بقى في نفس الوقت عدت شوية عدت شوية عدت شوية شوية وبعد كده عدت شوية عدت شوية زيئت بقى قلت بقى ابتليت بقى بطيت تتسهل سحلة تانية خالص وابتدت حياتي تروح في حتة تانية بس اثر يعني واهلك ما كانوا عادي اهلي عشان هي عائلة فنية فمتفهمة بس هما كانوا متفهمين طبعا متضررين جدا من فكرة انه يا ابني ما تخلص يا ابني ما تشوف بقى يا ابني مش عارف ايه عدت يعني لا عدت وعدت ومشيت وسبت ويعني جمعانتو بتقولوا تلاتة يونتس وحاجات كده اه لا يعني في بقى زروف تانية حصلت خالص فابتديت ابتديتها تسحل سحلة بنت كلبي يعني في الحتة بتاعت الشغل واللي مش عارف ايه وبتديتها اشتغل حاجات كده كتير انت ساعتها كنت بتمثل وبتغني ساعتها ولا بس بتمثل بس اوكي انا سيبت الغونة خالص خالص عجبك التمثيل لدرجة انه شكرا هو ده خلاص بقى ده شغف ده ده هو ده الشغف دلوقتي انا بيتهيالي اه لان انت يعني انا لو انا فاكر صح انا انا ارضو مش انا مش بنقدم تلفزيوني جدا خالص بالمناسبة يعني السعيدة دي بس انا فاكر ان انت فجأة بقيت بتغني اللي هو ايه ده هقول لك ازاي هو الراجل ده مش ممثل فجأة بقى بيغني ومش بيغني هقول لك ازاي هقول لك ازاي بيغني اللي هو مش اللي هو فجأة اكتشف هو ليه اصلا مش مغني انا فاهم اعيز اقوليه انا فجأة لو ايه ده وفي ناس اصلا لحد النهاردة فاكراني اصلا مغني يعني ابتديت مغني وبعد كده مثلت بس ده مش حقيقي بس هو الغنع بيبقى فيه انتشر اكتر بكتير بكتير طبعا طبعا بمراحل ايه طبعا انا ممكن اشوف اشوف فيلم مرة حاسمع الاغنية تسعين مليون مرة بالزبط بالزبط هقول لك الغنى جات الحكاية الغنى دي جات ازاي قعدت شوية مثل لحد افراح الابة عملت افراح الابة فافراح الابة لقيت استاذ محمد يسين بيقول لي فيه حتة كده المفروض انه مونزكي بتحب اياد نصار اياد نصار بيحب مونزكي مونزكي بتحب اياد نصار وانا بحب مونزكي ففي حتة معينة انا قاعد في البيت وانا صغير اللي اتنين قاعدين مع بعضه بمسكين ايه ببعضه وبتاع فانا بتعصب بتعصب ففجأة بابقى عايز الاتنشن يبقى علي فباهم قال هو صحيح 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 الهوى غلال فاجأة فالهو اتنشن بصولي كمل يا ما نسيبك كمل صحيح ايه قصة دي كمل يا باشا خدتني في حتة ورجعتني فجأة وكتكاجول اه بس عشفت حطها في النص وبعدين رجع قال لك اه بس اه فبعد كده مونة قامت يا باشا خليك ماشي والله لا وبتاع ده فانا بتاعصب جدا فكانت في الدراما كمان مظبوطة قوي اللي هو لا انا عايز اتنشن بصولي انا ما تمسكوش ايه ببعض يعني كان في غيرة طفولية كده كانت مبررة جدا بالغنى فالمشهد ده عمل حاجات لذيذة فدخول الكارتر ماشي ده جابلك بقى حاجات تانية يعني لا لس ولا خلى الناس تاخد بالها لس لس كل ده في وسط المسلسل عد والناس ما خدتش بالها قوي يعني ايش طيب يعني كل ده عد بعدها على طول كانت سعاد يونس ده من سعاد كانت عاملة في صاحبة السعادة سيجمينت اه في سيجمينت عن الشباب اللي نوروا في رمضان وبتاعها فقل كان اسمها ايه ال 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 اه اه هقول لك ليه ي requirement لان انا غالبا طلعت في نفس المش هك�� يعني ده 4-5 الحلقات اينا كان دي كان احمد حاتري يا وادية تقيل يا وادية تقيل غالبا هي نفس الحلقة ممكن تبقى نفس الحلقة 2012 وكام 當虽ل وكام كان بعد ما عملت في مستوي شبهات مع يوسر الفين وكام 16 نعم لو 16 تبقى نفس الحلقة اه و انا قمنا بعمه بouchon في نفس المسلحية زي باس الالزورو عاملين. اه غالبا هي نفس الحلقة? او. وانت ايوة لمطلقة تغنيت وقطت على الناس اللي في الحلقة. لا حاول عرفته الا بالله. هو عافية. لا حاول عرفته. هو جايب اكينا ينفسن مش اكتر. تفتكر? بس او كان عايز ينفسن. ينفسن فيستو فيس بس. واجهن لواجه. ايوة كانتش حابب يعملها يعني بفهم. لا اصلا عاملها في الدايقة. ما حادش شوفها. لا عايب لا. اه لا عاملها في اللوجو كل الناس تشوف. ايه المهم? في الحلقة دي. ما دم مساعدت لي غني بقى حتة من اللي غنيتها في المسلسله بتاع. كانت الهواء غلاب. غنيت الهواء غلاب. وبعد كده غنيت اغنية تانية كانت محدش مرتاح بتاعت حسين الجسمي. وبعد كده غنيت اغنية كانت لحنة ابويا بتاعة عيال حجار اسمها انا كنت عيدك. غنيت التالت اغاني. فجأة الحلقة نزلت. فجأة موبايلي كان فصل شحن وقتا من الحلقة نزلت. ما تفرجتش عليها كنت برق قاهرة. تسكندرية. فتحت الموبايل. الحلقة كان عد عليها خمس ست ساعات. مليون فيو. ايه? مجاد? يعني. الناس ممكن تتقبلني كمطرب. ما انا معرفش. معرفش الناس ممكن تتقبلني كمطرب ولا لا. معرفش الناس ممكن تشوف صوتي حلوة ولا لا. ما تقبلوك. انا من كتر ما تعودت على ان انا بغني. مش فرق معايا. انت مش في دماغك. مش عملت. في صاحبة السعادة. حلقة مع عمر خايرت. وهو اللي اختارني. آآ يعني هما في البرنامج قدوه كذا اسم. كنت انا اول واحدة. هو اسمعني. فامقال لهم خلاص انا عايزوا. فقال له طب اسمع الباقي. قال لهم لا انا تماما عايزوا. معرفش طبعا المعلومة دي اللي هو. يا عمر خيرت. عمر خيرت. مش رايقة خالص على عمر خيرت بس مش مشكلة. دي الامبساطة. فبالنسبة لي طبعا عمر خيرت. وغني معاه اربع اغاني. مش حد غيري راجل في الحلقة فيه بس امينة خيرت. وحاجة كبيرة اوي اوي اوي. نشكر بقى استاذ اسعاد? طبقى نشكر استاذ اسعاد ونشكر استاذ عمر على الثقة الكبيرة دي. او نشكر محمد مراد مخرج البرنامج برضو هو اللي كلمني سعادها قال لي. دي كانت النقلة. دي كانت المفاجأة. ايه ده? انا عايزة تسمعني بغني. دي كانت نقلة كبيرة اوي اوي. طبعا لقوا خضة يعني خضة واحد موبايلو. انا كنت محظوظ اوي 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 الحقيقة. لانه من بعد كمان الحلقة بتاعة عمر خيرت. حلقة عمر خيرت دي فرقت معايا فرق مش طبيعي. ايومان بس محظوظ وموهوب. لو انت كنت مش موهوب كنت هتبقى مش محظوظ لان كنت عادت فضح. ايه كنت عادت فضح وكنت ما كنتش ااخد الفرصة دي اصلا. يعني كان 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 عمر خيرت كان هيسكيبني ويشوف حد تغيري يعني. او او اومر خيرت برضو موسيقر كبير عنده رؤية عنده. او اوه. فهو اكيد عنده يعني في في فكرة يعني في البني ادم اللي اختاروا يعني. او فكنت محظوظ كمان ليه? لان انا جايلي المسلسل بعدها. المسلسل ده انا ما عملتوش. المسلسل ده كنت مغني في باند. آآ فعملت اغنية لحني. الاغنية دي كان اسمها مين فينا? بعد ما عملتها. والمسلسل عطل اتراكنت. اوكي. اوكي. فبالصدفة الاغنية دي اصالة سمعتها. ايوة شفت انا عارفتها على دويتو. بالزبط. اوكي. فاصالة قالتلي ممكن اغنيها معك. يا ولا. اه. فاصالة اصالة قلت لك ممكن اغنيها معك. خطيرة اصلا شفتها خطيرة. دي دي اول اغنية اوريجنل بتاعتي. نايس. مغنيها مع اصالة. بس هو. عشان كيف يقول لك المحصوصة. دي فيها. يعني مش مسألة بس حظ بس هو فعلا. اجن. حظ. حظ مع الموهبة. يعني. وارد. الحمد لله. الحمد لله. لا حلوة. المهم بعد كده عملت مسلسل لتطفق الشمس. وفي اخر المسلسل غنيت انا لحبيبي. خلاص انت بقيت بربطينك انه في منمم اغنية. انا لحبيبي اللي في الاخر دي. انا مكنتش متخدر انها تعمل كده خالص. قلبة الدني. طب يعني لو دلوقتي قلت لك. في مركبتين ولازم تركب واحدة منهم. اه. غنى ولا تمثيل. لازم. صعب قوي. اختيار صعب قوي. على فكرة وسؤال سخيف جدا. لان انا كنت دايما بقعد اتسائل تمثيل ولا تقديم. فاهم. وكنت قعد اشرح بقى قصة حياتي. اقول لأ او كده. بس بيبقى في حاجة جواك وانت مش عايز تقولها. او مش عايز الناس تعرفها. لا اصله كل حاجة ليها. انت اكيد عارف. انا فاهم اه. وكل حاجة ليها معزة خاصة اوي في قلبك. الغنى ليه معزة خاصة اوي 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 في قلبي لانه الحاجة الفطرية اللي انا مولود بيها. التمثيل دا. واللي في العيلة كمان. بالزبط. التمثيل دا اللي تعبتله واكتهدت فيه. وبتديت وحش. وبتديت اطور من نفسي. وبتديت اشوف نفسي بتطور. وبتعلم حاجات. وباخد خبرة. وبغير. اه وورش تمثيل وزاكر ووحش وتدرب. يعني يعني. صعب اوي اركب مركب واسيب مركب. انت بالنسبة لك بتغالي التمثيل واخد اكتر التحدي والتاني والمزيكة اكتر دي الحاجة للتالنت اللي اصلا جاية الوحدات. وشوفت التطور بنفسك انت شوفت ان انت كنت وحش جدا وكنت بتمثل كده وكنت وانت بطفل بتعمل كده. وكنت بتمثل بحواجبك جدا. وتفضل تعمل حركات بعينك عشان قال يعني بتمثل بعينك. يعني ابتديت تدرك ان الموضوع لا. ليعلقة شوية بجوه. ليعلقة شوية بانت حسس بايه. ليعلقة شوية بانك تطلع من الكاركتر بتاعتك. وتبتدي تقدم كاركترز تانية. ليعلقة شوية بانك تنزل الشارع. وتبتدي تلم كاركترز وتشوف تفاصيل. وتشوف جملة عجبتك فتقوم كاتبها في نوت وتشوف حد يعني فبتبقى بني قدم طبعا متطفل وبتبص على ناس زيادة زيادة شوية يعني الطبيعي بس بس يفيدك بشولك يعني بزبط خلاص احنا هنحلها لك عما تنعرف الكاتاميران اللي هو اللي بتشبه المركبتين كده بزبط ونزل منه اه انا هعمل لك كاتاميران كده ووصل لك ما بينهم وتمشي اللي اتنين مع بعض الله حلوة طح كان في بقى اه اه حفلة في الاوبرا ايوه وكانت سول دا وتتكذكر كلها اتباعت وبعدين انت كتبت حاجة كده اللي هو ايو مش عارف ادخل صحابي بالزبط والله كان عندي ناس صحابي فعلا عايزين يدخلوا وما كنتش عارف ادخلهم كنتش عارف اجيب لهم لانه بجد ما كانش فيه اماكن خالص ولا يوقفوا جنب الخشبة ولا ولا اي حاجة اه في حاجة بقى حصلت اليوم ده انا اول مرة في حياتي اطلع على اغني معي خمسين عازف مع معي عمر خايرت اوركسترا كاملة بيانو على لو بصيت كده هلاقي عمر خايرت ثانية ثانية يعني ده كانت اول مرة اول مرة اصلا اول مرة في حياتي اطلع على اغني اصلا اه اول مرة اطلع في حفلة اغني اتخضيت اول خضة كانت خضة كبيرة شوية لما دخلت المسرح استقبال الناس خوفني شوية تسقيف بقى خوفني لا خوفني خفت بجد خفت وقلبي ابتدى يدق بسرعة قوي 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 اول اغنية كانت زي الهوى بتاعت عيل حجار وحنا الماضي هتلاقي الفيديو ده موجود على يوتيوب زي ما بقولك كده بالزبط ماشي قلبي بيدق بسرعة جدا خايف جدا 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 قلت زي الهوى زي الهوى الساري وخيال الطيف عملت كده بالزبط والله العظيم بالزبط من كتر ما انا خايف وقلبي بيدق بتطلع السترس برا جسمك بتنفس بتنفس اللي هو النفس بتاعنا خايف ده مش النفس بتاعنا بغني خلصت زي الهوى وبعد كده غنيت مسألة مبدأ وبهويد الليل او مسألة مبدأ وعرفة عرفة والناس طلبوا مني اغني عرفة تاني في الحفلة قالوا تاني 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 بس ده مش جاوه اوبرا يعني الاوبرا ما فيهاش تاني تاني فجأة تمغني عرفة تاني ومش مسدق اللي بيحصل مش مسدق ومش قادر استوعب طلعت برا عدت في قوضة الاوبرا كنت الواحدي ساعتها عدت عيض عيض طبعا مش مسدق نفسي من كتر السترس كمان ده كله بيطلع بقى سترس ومش مسدق ان ده حصل معايا مش مسدق رد الفعل ده مش مسدق ان انا على المسرح الكبير في الاوبرا مع عمر خيرت والناس بتطلب مني اغني اغني اغنية تاني كل ده على بعده انا قاعد بعيط عياطي ستيري مش مسدق نفسي وبعد كده كان مفروض اطلع تاني على المسرح بس بقى فطلعت تاني على المسرح وغنيت بقى وانا اهدى شوية وانا مترستق شوية متخضطش نفس الخطة بتاعت المرة الاولانية فكانت ده اهل احساس بقى في حياتك طبعا كل مرة بطلع فيها المسرح بيبقى احساس في حياتك فعلا مسرح بالذات اه اه طبعا مسرح طبعا مش اقارن باللي انت قلتو دلوقتي لان ده نجاح شخصي ومجتمع في نجاحك غير المسرحية غير مسرحية ومجتمع بنجاحك الناس والاوبرا اسم الاوبرا الوحدة يعني حكاية بتفرق في الغناء اكتر من التمثيل شوية السرح نفس الاحساس انت بتقول عليه ده لما كنت تطلع اهو مرة في حياتي اكس فاكتر هو لايف فانا اطلع ام بي سي فانا عارف ان فيه ملايين يعني هو اصلا البروديوسر جات بتقول لي باسل هنركز اهو مرة تطلع لايف في ملايين بتفرق ترى ليه؟ ليه تقول ليه كده؟ ليه تقول ليه كده؟ هي بتشرح لي ان الالفين واحدة اللي قاعدين مش هما دول في ملايين بيتفرجوا في البيوت ولايف وده ام بي سي فاللي هو واكس فاكتر بقى صح 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 طالع بقى معلم فاهم اللي هو ايه طبعا كده؟ طبعا طبعا لا لا رهبة رهبة مش مش طبعية كريم لا انا مش تادر تخيل اصلا 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 ادرينالين بقى في المخ بترب من ودانك لا انا مش تخيل اصلا اكيد يعني فكرة اصلا اصلا ان حد يطلع مرة واحدة قدامنا واول مرة دي كمان وبالحجم وين Université كيلا ام عمر خيرت مفيش كرسي فاضي مفيش ااا حد قاعد اعمل كده كله متحمس كله جيس مع عمر خيرت ومبسوط كل الناس متشايكة ولبسة كويس ولبسة فورمل حد تدفع لهم فلوس دول يا جماعا ون toothpد ها ي Mmmm يا عم م دفعين فلوس وجيين يسمعوا طبعا عمر خيرت مش مش جيين لي انا بس بس الاستقبال اللي استقبلوني به كان مرحب ربنا يزيدك ويزيدنا كلنا يا رب كمان بتحكي الحتة دي بحب وشغف يعني انا شايفها في عيونك احسن لحظات حياتي يا رب ويزيدنا الاحساس ده على فكرة كلنا والله يا رب دايما يبقى عندنا الاحساس بتاع انه الله انا في بوستر كده حصلي اللي هو يلا انا هشتغل تاني يلا انا هعمل تاني انا عايز ابقى احسن من كده انا عايز اكبر اكتر من كده عارف لما جدتك او مامتك تقولك روح ربنا يحبب فيك خلقه احلى دعاة في الدنيا احلى دعاة في الدنيا والله طب بقولك يا عندي سؤال بقى دايما بيقى فيه زي دايما الناس بتاخد عنك فكرة قبل ما يعرفهم تاني ايه سواء في حياتك الشخصية او في حياتك العملية انه ممكن اجا تفرج عليك في مسلسل او الواده دام وتقيل او الواده تانيك او الواده والواده شكله لزيش اوي اصلا حاجة تانية ايه 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 الانطباع الاول اللي دايمايت بيتاخدوا عنك وانت عارف ان انه ما بياخدوا عنك لحد ما تثبت العكس او تثبت الحق او ان انا تانيك شوية شكرا او ايو انا تانيك شوية المشكلة دي مش هفهم فيه اي انت ايه بقى اا كله فاكرك تانيك صحا او عشان انا انا بتكسف شوية يعني انا بتكسف بتكسف ويعني مش جريء قوي غير لما باخد على الناس او باخد على الاعداء او بفك شوية ببقى جريء جدا وبعرف اتكلم في كل حالة بتحذر وتبقى نسيس كله تمام بس في يعني احساس معاين كده معظم الوقت حاسه لو حد مسلا جي قال لي ممكن اتصور معك فبتكسف وانت تلاقي الوشك وانت مرتاح يعني الراست فيس بيسموه انا انا بكم عن نفسي معرفش انا بس انا الراست فيس بتاعي تانيك قوي يعني وانا اصلا بقاعد ممكن اقعد جوا فيه عصافير واشاء اللبازات وناس بتلعب وبتحب بعض بس اللي شايفني من بعيد ايه مالك طبعا انت عاملك ليه فيه مالك فيه ايه انا ما تعيشش بس لا بس بس لا اشت انا وتعيش تقول له انا ادفع من كده انا ادفع من كده انا لازس جيد لازس جيد انا مديئة بس لا ايش طبعا عادة بيبقى ان انا تانيك عندك فيست امبريشن عني طيب انا اه لحد ما قابلت احنا تقابلنا مرة بس ما تقابلناش يعني مش قوي بس تقابلنا مرة في 6 اكتوبر دي كتاول مرة غالبا اتكلم معاك اول مرة اكتشلي ازاي كشنوبي ازاي كباسل اوكي لحد ما حصل ازاي كشنوبي ازاي كباسل اكتفاكرك زي اوكي اللي هو زي من ناس فاكرامي لك نفس نفس يعني انا مش قصدي حاجة بس بما ان البودكاست يعني اللي هو بتاعنا وكده انا اللولا المقابلة اللي احنا تقابلناها دي انا كنت عمري ما يعني عمري ما كنت هفكر ان انا اقول لك تعالى ونقعد مع بعض وكده لان انا حسيت اول ما ده حصل ايه ده هو ده في حاجة غلط زي شوية ده غالبا ايه دحك واسفاف وفن وتفاعف لا بس احنا ببنى كومن فرينز فاكيد اكيد اه يعني لو جات سيرتي او جات سيرتك بالخير لا 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 على طول بجد هتلاقي هتلاقي انه مش مش يعني بس بقى انا مبسوط جدا بس الالذور وزاك عمليه تاني سلام ده ده نفس الحركة اللي بنا بس بس انا او الكريم اي حاجة هسا اقول له بس اقول له طب ايه هو اياتك بقى غير ايه طلعنا بقى بره الغنى والتمثيل ودخلنا في شرنوبي بقى اللي هو وانت لوحدك مع صحابك بتاعوا الكريم ده ؟ اه يعني بس حاجات بحاول يعني بحاول اكون رياضي اه 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 جيم وكورة اه اه بادل اه بتلعب رياضة كتير وانت صغير كنت يعني بقول لك لعبت خيل شوية اه و لعبت باسكت شوية بس كلهم شوية كل حاجة تخطيف تجارب بالزبط مثلا عمتلا واخد بالي ان انت بتحب بتجرب بجرب كتير جامد ولما بتجرب مش بتجرب اللي هو في الخطف لا بتحاول على قد ما قدر تخش بحاول اجرب اصلا ببقى مستمتع ودايما بحاول استمتع لأقصى درجة ف وبتبقى غالبا عجبا انا عايز تثبت ان انت لأنا هعرف عملها هعرف عملها اه وانا ما بحبش هفشال خالص انا في الادرنالين سبورتز او اتنط من طيارة مثلا نفسي ما عملتاش قبل كبه نفسي لايزم نفسي اعم سكايدايدنج فضيعة بجد فضيعة تحس ان انت اتولدت من جديد اه بس لسه مش متجرع عليها الها اعملها قبل التلاتين مش متجرع عليها انا بحب مثلا انا اي رولر كوستر في العالم اركبه انا متطمع على فكرة هي هي نفس الفكرة بس تانية برضو حقيقية انت بتنط وفيه فري فول بس بقولك الحق قبل التلاتين فعلا او عشان انا عملت اتنين قبل التلاتين واحدة بعد التلاتين اتنين قبل التلاتين باعوا بتاع ونازل وعايز اطلع تاني عايز اطلع بعد التلاتين عايز اطلع تاني او والله العظيم تركبه تاني لا لا ما هو بجد بالمنخل بالزبط اول مرتين تمام وبعدين انت النوادي على فكرة الناس بجد فيه ناس بتنط مساء 12 نطة في نفس اليوم بينزلوا 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 دا حقيقية بعد التلاتين النطة تمام كله ونازل وكده لما بيفتح الفرشوت عارف الاكورديون عمودك الفقر بقى كله بعمل تركة تركة يعني فهم كده بيقفش كله بتفرد تاني عادت بعدها اسبوعين يا باشا ظهري مش عارف لا يا شيخ فإلحق قبل التلاتين قبل ما يبتدي يحصل مشاكل في الحركات دي نصيحة يعني ميشي لا لا تمام تمام نالحق الله في خلال السنتين دول هيكون خدت القرار ده انا مش عارف اخد القرار بس مش بنجرق عليه بس لا لا حيو ميشي طلبا انت من النوع لحد لازم يقولك بس انت مش شعر تعملها اه اه فطب والله طب والله لعملها ايو بالزبط انت ده اللي هيسلك معاك نستنى في دبي لا على فكرة بقى فيه في مصر كمان في مصر ايو 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 بتهيلي بيجو بس فترات مش على طول بس حال جادي كل ما بنروح بلاقي فعلا اه غالبا بقت بقى حاجة زي نادي واليومين دول في الجو ده هتبقى حلو اوي اوي بس انت بقى طبعا اه بقى فوق لحد ما تنزل شوية ايو بالزبط تقرر 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 تنزل عرقان بالزبط اه والله لا لا باز ماشي انت لازم غالبا تخش على يوتيوب وتبتدي تفهم بقى النطة ازاي اه انت من النوع ده اه والله اه هتخل هتخل عرف الاول انا خلاص فهمتك عرفك ادرسها الاول انا فهمتك تتريح فيه هتدرسها الاول اه ما درستش حاجة يعني ما دخلتش جامعة ما تهزرش والله بجد والله ما دخلتش جامعة ايه الحوار ده اه ما تكملتش ازاي عشان فجأة تسحلت في الشغل حصل لي ظروف ما معرفتش اكمل ف ماكملتش بس كده بكل بساطة بس بحس دايما في مصر فكرة التعليم انك تخلص لحد الجامعة دي حاجة ما فيهاش اصلا نقاش حاجة ما فيهاش نقاش يعني امريكا وانجلتورا وبتاع بتقابل الناس كتير جدا ونجحين اكتر منك ستين مرة دي حاجة ويبقى اصلا ما خلصش هاي سكول اللي هي سنوية عامة اه وانما خلصت سنوية عامة باصل طب انت طب قول لي مشيت في تانية ابتدائي ولا لا 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 كملت كملت عدادي وكملت سنوي كان فضلي سنة سنوية عامة اخر سنة اه ما عرفتش اكملها ما عرفتش اكملها خالص يعني ما تجربتش طب مفكرتش خلصها فكرت والحد دلوقتي مفكر بس هي مش قرار سهل هو هي تعرف لو كانت جمعة بس اه كانت سهلة كانت سهلة بس ترجع سنوية عامة في سنة بس سنة في السنة دي دا ما تقيل اول دا ما تقيل جدا اول لان انت انت هتبقى قاعد جنب ناس انت اطفال انت راجع مدرسة اطفال اطفال مدرسة اطفال بعدين ساعت انت عرف معلش انا نفس اقول له من قلبي لا يمان ارجع خلصها اي بس عمال افكر برضو بس هي اه مش سهلة خلص مش فكرة مش سهلة مش خاطوة سهلة بس يا لازم تحصل كده كده بصراحة انت قريدي اخترت اه حياتك واشتغلت مزبوط وماشاء الله ناجح مزبوط بس اه عارف المشكلة في ايه مش هتشتغل محاسب عارف بقى بتبقى المشكلة في ايه لا مش هتشتغل محاسب مش هعمل حاجة بالشهادة اللي ممكن اخدها دي مش فرقة معايا انا كاشرنوبي كتير بس عارف فرقة في ايه اه قدام شوية لما تخلف وتبقى بتقول لابنك كمل تعليمك ما هي دي ما هي هي فرقة انا بتهايلي هتفرق معاك دلوقتي في كلام الناس او كلام اللي حواليك او كلام بالزبط بالزبط او ان انت ممكن تخلف تقول لابنك يلا بقى عايزينك تطلع دكتورة ايو لك بابا انت تحور يا بابا انت مشيت بالزبط فهي بتفرق بس في الحيطة دي عشان كده عايز اخلص انا كده كده مقرر اعملها على فكرة يعني مقرر اعملها عشان عشان اعملت اللي عليا عشان ابقى ضميري مرتاح بالزبط ما بني وبين نفسي ضميري مرتاح قدام حتى لقى اللي فارق معايا اعرف اتكلم مع ابني اقول له خلص تعليمك عشان مش عارف ايه وانا عدت كذا كذا بس انت يعني كده ولا كده اصلا بتهايقلي انت واحد من الناس لو ابنك جيه وقال لك انا خلاص عايز اعمل حاجة تانية ورى التعليم انت هتقول له تمامي صح ولا هتقول له لا لازم تقص عارف على فكرة ما بحسكش ما بحسكش open minded حسك في دقة قديمة جواه في دقة قديمة او صح في دقة قديمة بس بس لو قلت له لا انا بتكلم في الحياة مش على ابنك في الحياة اه يعني لا يعني الجزء الاكبر open minded تماما بس في حتة في حتة طبعا سعيدة اه سعيدة سعيدة الاساس في حتة اه في حتة كده الخط المستقيم ده في حتة كده اه في حتة كده شوية ايوه كده او 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 كان بحسك انا بقى اضحب قبعه انا في ناس بيقولولي يا جبلاوي 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 يا جبلاوي جمادك اه حجر يا جبلاو اي ده لا انت مسلي وحياتك مسلية والله عندي دراما كتير المدرسة ده معروف قلت مرة بس هو عمتا انت كمان انا بعض اقول للناس احنا غالبا عبال مع عيالنا هيخشوا مرحلة المدرسة هيخشوا مرحلة انهم خاص بيتخرجوا هو ناس كتير جدا اه وده حصل اكتر في امريكا وابا زي ما كان باسر بيقول بس الناس كتير جدا دلوقتي بقت خلاص من كتر ما بقى فيه انفورميشن على يوتيوب و جوجل والكلام ده كله ناس كتير جدا ما بيقوش بيكملوا فعلا بالحاجة موجودة بالزبط النولدج عندك بتبقى محددة جدا انا عايز يبقى عندي نولدج في الحتة دي ومكبور عليك بالزبط هتعرف تقرأ وهتعرف تتعلم اكتر وهتعرف يبقى عندك معلومات اكتر في الحتة اللي انت عايز يبقى عندك معلومات فيها بس انا وسعيتها وانا صغير كنت بقول بتقول لنفسي انا دماغي بتاعت علمي مش بتاعت أدبي يعني انا ما اقدرش بتحفظ احفظ واعرف حاجات عن التاريخ ودماغي تستوعبوا بتاعنا بس دماغي تحل لا بس دماغي تحل مسألة فيزياء مسألة جبر انا علمي رياضة بالزبط انا علمي رياضة جدا اي حاجة انا علمي علوم اه يعني اي حاجة من الحاجات دي اعرف حلها اعرفها يعني حاجات فيها تفكير قوي هتلاقيني تمام فيها فانا بالنسبالي انا ليه اتعلم فيزياء هستفيد ايه من الفيزياء في حياتي يعني فاهم ايه بالكامياء هركب ايه في البيت في مستقبلي هيفيدني مش غلط قوي يعني اه لا مش غلط قوي اه بالزبط انا اللي عايزة اتعلمه حاجات عن علم النفس حاجات عن يعني اللي هستخدمه مثلا كممثل حاجات عن اه المزيكة ابتدت ازاي عايز تقايف الدراسة بتاعتك الدراسة على اللي انا عايزه على اللي انا محتاجه في حياتي بالزبط فيمكن عشان كده ساعتها كمان التفكير ده ساعدني شوية اه وطبع ما بقولش انه تفكير صح هو تفكير غلط هو كان لازم اكمل عشان اعرف على الاقل ادخل جامعة تفيدني او جامعة تفيد اللي انا عايز اعمله او تسابورت اللي انا عايز اعمله عشان في الاخر احنا في مجتمع الشهادة العالية ليها امتها وليها ليها بريستيج حتى لو مشتركتش بيها ليها بريستيج دي حقيق دي حقيق بيبقى اول سؤال بتتسئله اصلا انت اه انت اتخرج من ايه بقى اه بالزبط مزيما انا معانت معاك دلوقت اه بالزبط وهو سؤال طبيعي يعني فجأة فضول او انت دراسك سؤال كامن جيت لا او انت طبيعي ان بتتسئله السؤال ده في حياتك يعني مش حاجة غريبة طب انت عائلتك كانوا اوكي في القصة دي اه طبعا لا في الاول لا بس اه انا الحمدلله مبسوط جدا ان عائلتي ابويه وامي فخرين بي الحمدلله جدا وامي سابورتوا في اي حاجة اكيد ساعتها ساعتها كان فيه حتة بتاعت كان فيه لوم اوكي طب يعني ابويه وامي دايما ما بيقولوا ليش لا وما بيجبرونيش على حاجة بيبقى عندهم اللي هو اللي هو لا حمد اللي يا حبيبي ما تكمل مش عارف ايه فى نفس الوقت اعمل كزا يعني بيبقى فيه연حíchة بتاعت اللوم دي انما اعمل كزا متعملش كزا ما فيش أمر بالظبط ما فيش أمر ومفيش علي فكرة انا مش عيجبني ح courageous يعنيו� Det style برده مكنش موجود تكسير بالظبط فده برده بصراحة عمل علي 条يف اللي هو لا ما هونا لازم اثبت لهم انه على الاقل قراري ان انا ماكملش كان في قدامه حاجة تانية مفيدة نجاح فعرفت الحمد لله على الاقل اخد كم خطوة بس صغيرين كده لحد ما ان شاء الله هي دي الحتة اللي انا بقولك عليها عليك انت عمتا في الاغلبية في كل الحاجة اللي انت حكيتها انت بتحاول دايما تثبت يعني بتخش في حاجة بتخشها جامد عشان عايز تثبت للناس كلها ان انا اللي كنت بعملو ده صح والله قبل ما اثبت للناس كلها عايز اثبت لنفسك بايز تثبت لنفسك ده اكيد ما انت بتحب بتاعها المنافسة بتاعك وبعد كده عايز تثبت ان لا بالزبط لا انا كنت صح انا قراريك المزبوط ولما هعملو غير كده هعملو برضو بمزاجي صح 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 عندك اخوات عندي اخوات عندي اخت شقيقة من ابويه وامي عندي اخت من ابويه عندي اخ من امي ايه كل حتة ايه طب وفي حد منهم في الفن اه اختي بتغني حلوة اوي اوي بتغني صوتها خطير تغنيته حاجة مع بعض اه غنينا مع بعض حاجات بننزل حاجات مع يعني ما عملناش حاجة مع بعض بس لسه لازم اكيد هنعمل حاجة مع بعض اصغر والله اكبر اصغر اكبر انا اصغر واحد في اخواتي ما تحذرش اه طيب او يعني اه يعني انا زي اخواتك ايه في انت اخوية هاد انت اخوية هلا ايه ده انت كنت هبني. انت اللي انتهى اخر? لا. لا. انت قلت انت اخوي يا الا. اه اه. ايه ده البوء بتاع البودكاست موان سيزن one. بجد والله اه. اه. كل ما هقول حاجة تبقى زي بحكة او حاجة ما حبل انا واعن. اخوي يا الا. اخوي يا الا. اخوي يا اله. لا ديا لسه افش دي. احنا عملنا هاشتاج اصل. اخوي يا اله. اخوي يا اله. تكتبوا يا اله ازاي. يهلام الف. يهلام يا اله. اللي هي زي يلا. اه. مش هيعملهاش. انت ونيتك بقى. اه. يعني. انت اخوية يلا. ايه ده لأ. وعش دي. يلا نروح فين. ابزك. اه لا. انت اخوية علا. اه. عالعوجة لخير. يلا جاية من ياد ياد يه الف داد. اه. ده انا موت في التفاوس دخل في حتة يعني طينا. يلا جاية من اين? ولا. ولا واو لم الف. شوفت? اه. طيب هتبقى يه بدل الواو. اه. طيب هتبقى ولا. بديه بدل الواو ولا ايه الف بدل الوا. وبدل. يالا. لا يالا. زي ولد. يالا. اطبقى فتحة. اه. 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 اه اه. احب عقباني الخمس ده الله. بحب اللي قبة بتاعت. اه. بحب اللي قبة بتاعت اللغة العربية التفهة دي. طبعا. لاش ايه معنى. ايه اصل كلمة ولاي? طب عارف اه عارف حوار الكوسة. ايه كوسة. ليه لي دايما لما بيحد بيقول لتاني حد بيعمل حاجة بقى يقول له يا عام دي كوسة يا عام عارف ليه لا بيقول لك بقى ايه في يوم الايام كان فيه سوق والسوق ده كان على بابه زحمة جدا عربيات كتير او حمير اللي شايل جزر واللي شايل خص واللي شايل خيار فدايما كلهم وقفين صفة مستهين يخشوا باليوم واليومين والتلاتة عشان يخشوا يبيعوا ويعملوا فلوس لحد ما دايما بيبقى اللي شايل كوسة عشان الكوسة بتبوز بسرعة جدا فلازم يدخل فلازم يدخل فلازم يعدي الصف كله فبينهم قال الكوسة كوسة فبيقولوا تعالى عدي فهو ما عدي كلهم عادي يقول الكوسة فدخل كوسة فدخل كوسة عامو فطلعت موضوع الكوسة دي اسطورة ده بجد او ولا ده بجد بجد ولا اسطورة بجد بجد اسطورة حقيقة اه اسطورة حقيقة دي رزيزة اوي والله دي رزيزة اوي انا مقصد قوي ان انا عرفت ده دلوقتي. والله عشان كده بيقول لك دي كوسة. يعني دخل كوسة. دي لزيزة. لزيزة قوي. اه. شكرا. لا شكرا الله. لو لقيت ايه حاجات في دمائك. ادينا بقى ادينا بقى حتة. ايه. طراب كده. طب ايه نرجع للهواء غلاب تاني. نرجع للهواء غلاب. ماشي. يالله بيدي. يفروي النور ده يا جماعة والنبي. هو صحيح. 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 الهواء غلاب. ما عرفش انا. والهجر قاله. مرار وعذاب. واليوم اليوم اليوم بسنة. جاني الهواء من غير مواعيد. وكل مادة حلوته تزيد. ما حسبش يوم اخدني بعيد. ايه ماني قلبي بالافراح. وارجع وقلبي كله جراح. ايه ماني قلبي بالافراح. وارجع وقلبي كله جراح. 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 وازاي يطارا اهدالي قرأ. اهدالي قرأ. اهدالي قرأ. وانا انا 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 ما اعرفشي ما اعرفشي انا كنت حاغاني النهاردة بس قلت سيب لك فرصة عظم على عظم على شرنوبي حبيب يا باس ايه الشرنبل ايه الشرنبل اللي انت عمل ده ايه الشرنبل ايه الشرنبل لمالة المكان دي شرنبني كمان وكمان حبيب قلبي والله انا بقيت فنز ولا ايه انا بقيت فنز تعالوا يا جماعي نروح نوعب على الكنبل ونوعب بحنغني شوي كوباية قهوة عم ناصر بص بقى معلم ايه بقى ايه طبعا ايه انا طبعا مش عايز اعرفل على على البيك ده بس يعني قصصك لذيذة غالبا نخلص ونكمل نيجي تاني مورانش حقيقاني ويبقى معنا حد مسلا رابع ونوعب بقى ممكن نجيب الوادي اسري بالزبط نقعد بقى نلعب بقى اه نلعب و تعالف ان انا وكريم ومحمد يسري كنا في نفس الجامعة لا يا شيخ خلصنا اشتغلنا واشتغلتوا مع بعض بحظة بس دخلنا الانترفيو دخلنا الانترفيو مع بعض في نفس الاودة امتحنونا واستلمنا نفس الشغلانة احنا التالتة في نفس اليوم ايه العبس ده انا وكريم ومحمد يسري ايه ده ايه يا جماعي ده ده قمة العبس ده قمة العبس بص بقى دي تيشرت عليها الليجو بتاع البودكاستر الاهرامح والقلب هنبقى قوي هتمدلنا عليها وعالسوشيال ميديا هننزل سؤال اوكي واللي هيرد على السؤال صح ويكسب هنبعط له التيشرت دي ده الله هداية دي لذيذة قوي دي فكرة لذيذة قوي بس انا عملا بحب قمدتي هنا ولا هنا زي ما انت عايز ممكن تكتب اللي انت عايز وكمان شكلها الامضة الحقيقية ممكن ناخدها كوبي بيست كربون ونطلع شيء مش هتعرف تكربونها من على اللي صعبة يا وي دي شغلية أنا بقى صعبة صعبة ايه ده هتعرف اللي ايه دي تتلوصف حرير هتعرف 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 بس يا شرنوبي مزيزة جدا مفيش نسخة تانية اخذها لا في واحدة ديك اه ايه دب جات ايه اللزازة دي اه ااكل معا بس الالزور كريم الحال بس الالزور محمد شرنو والله نورتنا والله العظيم بساط جدا حيات ربنا عمستين جدا كانت لزيزة او كانت خطيلة يا اخي اللزازة دي شارنا بالمكان شارنا براحتك شارنا براحتك شكرا